طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا وبعد مواصلة في كلام أخينا محي الدين شاء الله تعالى في الرد على هؤلاء الناس في ناس قاعدين لافين زعلانين أسه واحد جمشا بغادي قال لا لا هو جايطين يا ناس الموضودة كالآتي قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات كلام الله سبحانه وتعالى واضح بي مفصل بل أنزل الله سورة كاملة وإي سورة فصلت كتاب فصلت آياته والآيات دي ما جعل الله تعالى فيها غموضا وإنما بيّن للناس الطريق الذي به ينجيهم من عذابه سبحانه وتعالى بعدين لمن بيّن الطريق قال لك في طرق تاني أنت أبعد منا قال تعالى وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فإذا تتبع الحق وطريق الحق باختصار فيه حاجتين الحاجة الأولى ألا تعبد إلا الله في الدنيا دي ما تعبد إلا الله عترت نادئ الله بس ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين راحت منك حاجة أعرف إن الغيب ما يعلموا إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون لا تمشي ليه فكي لا ليه شيخ طريقة لا ليه دجال لا ليه غيره خلي عقيدتك في الله زي ما أنت في الصلاة تقول إياك نعبد وإياك شنو نستعين الحاجة الثانية إنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال وإن تطيعوه تهتدو وما على الرسول إلا البلاغ المبين أنت مجدر الهداية آي تابع النبي عليه الصلاة والسلام تاني في شيء يا ناس ده الدين كله تعبد الله تابع الرسول عليه الصلاة والسلام كذفهم تدين بعد ذلك في تفصيلات الناس زي الخرمجوا فيها شكينا نحن دعين نرد عليهم هؤلاء بتكلموا في الناس هون زاتهم بتكلموا فينا لك هؤلاء الوهابية جو إتا كان جيت ولا مشيت ما بتزعيلنا كثير إنتا نحن مشكلتنا معاك مش جو ولا ما جو مشكلتنا معاك بتسيء إلى دين الله تعالى وخونا محي الدين قال لك جزء من قصيدة هنا القصيدة هي الطويلة ونحن قاعدين نذكور طوالي بدأ بأكدب قال ذراعي من فوق السماوات كلها دي مش البداية دي في نصا أو في الجزئيات الأولى ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم ورملتي إلى آخره في النهاية قال لهم أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا برعمتي وذكر وذكر في النهاية قال لهم أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة دا في موضع من المواضع دي من صفحة 63 إلى 65 أديك موضع تاني صفحة 114 الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية جمع وترتيب العبد الفقير إلى لطف مولاه الجليل الجيلاني البغدادي السيد دا كله سطر بتاع شكر زايد لسه اسمه ما جابه دا سطر كامل بشكر فيه قال الحاج اسماعيل ابن السيد محمد سعيد القادري طيب قال صفحة 114 وله قدسة أو قد سره كاتب كذين ورد الظهر ويسمى حزب السريانية حزب السريانية قال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنه ليس في الرياح مرة ولا في السحاب قطرة ولا في البرق لمعة ولا في الرعود زجرة ولا في العرش والكرسي شيء ولا في الملك آية إلا وهي لك أهل شهدت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت رب الأرضين والسماوات كاشف الكروب علام الغيوب ومخرج الحبوب ومسخر القلوب لمن كان مهجوراً حتى يعود محبوباً لحد هنا ما في حاجة ظاهرة كذي يعني حاجة باطلة ظاهرة شوف على شوية قال شنو حتى يعود محبوباً بحبوب حبوب ببدالك بحبوب حبوب باردتان بتجل كالتاحة وراء قال بحبوب حبوب بلطف خفي يا الله يا الله يا الله بصعصعن صعصعن والبهاء والنور التام بسحسهوب سحسهوب ذي العز الشامخ بطهطهوب لهوب انت فاهم شاسم الكلام بطهطهوب لهوب يا الله يا الله يا الله حم 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 عديل كذي كهوب كهوب الذي سخر كل شيء الذي سخر كل شيء كهوب يا ناس كهوب كهوب طيب هنا في حداشر خطوة بمرقك من الدين بالحداشر خطوة دي الحداشر خطوة دي وبعدين بينبز روحه مش بيقول لك ديل يهود وديل خواجات وديل كذي أو بيقول لك ديل يهود وشيخ علم يهودي دي قالوا له الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الله قال كذي يهود أعاجم وانا نتكلم لك باللغة العربية أو بالداريجية التي تشبه العربية في نها وانا نتكلم لك بآيات وحاديث لكنه شوفين براه قال شنو صفحة أربع واربعين قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقع لك مهم وأردت أن يدفعه الله عنك فصل رقعتين بعد صلاة العشاء أو في وقت السحر وتقرأ في كل رقعة بعد الفاتحة الإخلاص إحدى عشرة مرة في كل رقعة تقرأ لإخلاص قوم 11 مرة إذا انتبه ركز بالكلام شاء الثاني ما يخشك مجهة المتسوس ثاني في كتب نشوف كلها متسوسة والقباب متسوسة والصوفية اللافين في الجامعة ده برضو متسوسين والمتسوسة ذاته متسوسة ولا كيف؟ طيب قال ثم تسلم وتسجد لله تعالى بعد السلام وتسأل حاجتك ثم ترفع رأسك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 11 مرة النازل حذاجر ما عارف تيم كورة ما قالوا العدد حذاجر قال ثم تقوم وتخطو 11 خطوة تمشي كم خطوة 11 خطوة شوف تقول فيها شنو قال وتخطو 11 خطوة إلى جهة العراق إلى يمين القبلة وتقول في الأولى في الخطوة الأولى تقول شنو يا شيخ محي الدين في البداية قال يدفعه الله عنك شوف داري دخل ليك الشيخ داري لازم يوجعك في الشركة الصوفي لازم تقعد معاه 20 سنة بس علمه أبونا الشيخ طار وركه وجاته مرة راحت منا دهبات غقاء وجاته زول حصل له زي بس أخبار بس ما بايش تستفيد منه قال وفي الثانية في الخطوة الثانية يا سيد محي الدين وفي الثالثة يا مولانا محي الدين وفي الرابعة يا مخدوم محي الدين وفي الخامسة يا درويش محي الدين هو عكتزعل ده شيخة كاتفة ما نقول لك درويش شيخة ذاته قال قوله درويش يا درويش محي الدين وفي السادسة دين تبه لها كويس قال وفي السادسة قال يا خواج محي الدين وفي السابعة يا سلطان محي الدين وفي الثامنة يا شاه محي الدين وفي التاسعة يا غوث محي الدين وفي العاشرة يا قطب محي الدين وفي الحادي عشر يا سيد السادات عبدالقادر محي الدين والإطناشر مركت من الدين انتهى الموضوع تعني فيش في الدين مركت بر الدين قال ثم تقول يا عبيد الله أغثني بإذن الله ويا شيخ الثقلين أغثني وامددني في قضاء حوائجي إلى آخره ده في الكتاب ده ده كتاب القادرية ديل الخاتمية النور البراق بدك منه موضع واحد لأنه المغرب جاء طيب ده هنا دي والنازل بتكذب وكذب يحيي ركزاته صفحة مية خمسة وعشرين من مية أربعة وعشرين إلى مية خمسة وعشرين هذه القصيدة الشطحية مما يقول لك الشطحية دي زي تشاهد غدا يعني بعدها شغلة بتأجيك كاملة فيها كفر وفيها بلاوي وكذي شاهد غدا كلها باطل طيب هذه القصيدة الشطحية قالها الخليفة أحمد بن إدريس رحمه الله على لسان أستاذه العارف بالله تعالى سيدي السيد محمد حسن المرغني رضي الله عنه القصيدة قال فيها كلام كثير لحد ما قال أنا الإمام المبين العالم العلم أنا الإمام المبين العالم موسى عليه السلام بيقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقير بيقول كلا إن معي ربي سيهدين الرسول عليه الصلاة والسلام قل لا تحزن إن الله معنا بنكسروا لي الله وبينسبوا الفضل إلى الله سليمان عليه السلام يقول هذا من فضل ربي ليبلوني مريم عليه السلام قل هو من عند الله بنتسبوا إلى الله أي فضل بنسبوا إلى الله تعالى وينتسبونهم كعبيد لله سبحانه وتعالى ربهم ده والله قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا من اتقى قال أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامخ العلم السيد السند الطوض الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي لحد ما قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكالي أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون ده كتاب النور البراق ده كتاب البرعي ده ده تابع للسمانية ده في جريت الدار قالوا لماهم كلهم طيب قال صفحة مية سبعة وعشرين بشكر في أحمد طيب البشير ده زعيم الطريقة السمانية قال صفحة مية سبعة وعشرين من كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة للشيخ عبد الرحيم البرعي جمع تحقيق عبد الرحيم حاج أحمد ده حفيده شامدول ده السوء ده ودبت ولا ودولد ما بعرف حفيده عزيلك طيب دي الطبعة الخامسة سنة 2012 قال ألم ترى ألم ترى أن الله أيده أيد أحمد طيب البشير بما يقوم مقام المعجزات يناسب طبعا عندهم ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي دي قاعدة باطلة وقال ما معجزة كيف غير النبي من البشر عمله هو شي معجز معجز تقدر تعمله كيف قال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا الشيخ ما قاله بحي الموتى كإحيائه موتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب بقلب البت هنا قلب البت ولد ده كتاب أقا السمانية اسمها زاهير رياض جيب أي كتاب إنت مجد المتسوسة جيب لينا الما متسوس جيب لينا الخاتين في الجزارة برة المتسوس تحت الدرج خلي جي بس أي كتاب بنطلع لك منه باطل صوفية دي مبنية على الباطل مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه هذا صراط الله مستقيمة وقال هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه أنا أختم لك بالكتاب ده لأنه المغرب جاء ده جايب فيه صفحة مية خمسة و تزعين دي من أذكار القوم شوف الأذكار بتاعته ومنها قوله رضي الله عنه يكتب لمن به حمى هذه الأسماء الزول عنده حمى يكتبوا له الأسماء دي شقش اتنين تكتب شقش اتنين شقموش اتنين نموشلخ اتنين راعي المنخ اتنين أبانوخ اتنين العجل اتنين الساعة اتنين انت هذي فاهم جاء يا رأس ده دي ان يدان لله تعالى بي تبقى صوفي بتكون زول شلت عقلك وديته للشيخ وطبله وشال المفتاح بالنسختين اللي سبير جدعم في أقرب كوشة وانت بتكون لا في بس مطبول عقلك ما في ادوك الآية بتقول لا لا دي شبها دي الوهابية ما بقبلها ادوك الحديث تقول لا 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 لما نرجع للشيخ تاني ما بتكون حر هسي انت ما حر ان ادينها كاية بتقول ديها تفسيرة ولا ما تفسيرة كلام ده صاح ولا ما صاح بتفكر فيها ولك ماذا قال لك حجاب قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو براك بتفكر قول الآية دي يا جماعة ده موضعة هذه موضعة مواضعة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو لكن ده بجيب لك كلام ويجب لك بغادي اشيازات ما عندها علاقة بالكلام الساعة اثنين الساعة اثنين وعام الفين وما في زول في جيبه الفين نبقى كذي ولا شنو نسويها كذي كل بلبلة في ململة صوفية مناجم حرف أبقى مستقيم على دين الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شك دربك هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا على حسن السماح السلام عليكم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا